يبدو أن المطبخ السياسي العراقية عاد لصناعة تركيبة جديدة تتلائم مع ما تطمح له الكتل السياسية والمصالح الحزبية فبعد فترة من الهدوء التي أعقبت تشكيل الحكومات المحلية اندرعت مجددا الخلافات من أجل المناصب ولتتصدر المشهد الرئيس في العديد من المحافظات وأبرزها ديالة وصلاح الدين ونينوى وذيقارة وهناك من يرى أن رياح التغيير هذه قد تهب باتجاه المحافظات الجنوبية بما فيها البصرة التي تعتبر الأكثر استقرارا مقارنة بالمحافظات الأخرى سيبدأ الصراع داخل مجالس المحافظات بغية التغيير رغم أن البصرة نوعا ما كتلتها بصرية أو رئاسة الكتلة بصرية التي مسيطرة على مجلس المحافظة والمحافظة لكن باعتقاد رياح التغيير ستشمل البصرة قد تطال مجلس محافظتها أو الحكومة المحلية بشكل كامل أرى أن مجالس المحافظات ذهبت باتجاه ما شكلت به سياسيا وليس الهدف الأساسي هو خدميا وبالتالي ما حدث في ثلاث محافظات من ناحية التغيير سيجر الطريق نحو المحافظات الأخرى سياسيون يصفون تلك التحركات بالانقلاب على التوافقات الحزبية واستهداف للمكون السني واستحقاقه وأنه على الرغم من الاختلاف في الخرطة السياسية بين ديالة وصلاح الدين إلا أن قوى الإطار التنسيقي الشيعية هي الطرف الأهم والمتحكم الأول بمجردات الأحداث في المحافظتين من الواضح هناك حراك سياسي متصاعد بدأ في بعض المحافظات ومن المتوقع أن يمتد إلى محافظات أخرى وكل هذا الحراك بشكل إجمالي هو يرتبط بقرب القرب النسبي لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وأتوقع أن تحدث بعض التغييرات في بعض المحافظات ولاسيما الجنوبية منها قوى نافذة ترى أن المناصب القيادية في الحكومات المحلية جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات إذ أن من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات بشكل عام ما يجري من إقالات لرؤساء مجالس المحافظات ربما يمثل انقلابا على التوافقات السياسية التي جرى بمجبها تشكيل الحكومات المحلية للحصول على مكاسب قبل موعد الانتخابات البرلمانية العام المقبلة إيهاب الركاب اليوم فدينة البصرة